كيف حالك؟ قلق عميق هنا في واشنطن جراء تطورات الوضع في مالي ومخاوف جد من انعكاس ذلك الوضع المتوثر على بقية دول الجوار في منطقة الساحل الإفريقي هذا ما يعتقد به مختصون أمريكيون وأفارقة خلال العامين الماضيين شهدنا حالة من التحولات السريعة في بعض دول الساحل الإفريقي هذه التحولات انتقلت في المجال الداخلي للدول المعنية بالاضطرابات إلى مساحات واسعة داخل هذه الدول إلى جميع دول الجوار المخاوف الأكثر جدية في هذا الجزء المضطرب من القارة الصمراء تتزايد في عقاب ظهور حركة نشاط واسعة في المناطق الحدودية المشتركة لدول الجوار لليبيا حيث تسجل تجارة السلاح رواجا غير مسبوق في مرحلة ما بعد سقوط نظام القدفي العوامل المشتركة كثيرة بين دول هذه المنطقة هناك عوامل الثقافة الواحدة والبنية الاجتماعية وتداخل العائلات ووحدة المصالح كل هذا يجعل الأزمة شاملة للمنطقة وليس لبعض دولها فقط وفرة السلاح في هذه المنطقة يضاف إليها تنامي نشاطات تنظيمات إرهابية كل هذا عوامل تجعل من مناطق الحدود في الصحراء الواسعة مجالا لحركتها ونشاطها هذا الأمر ضعف أكثر من القلق من أن تتحول هذه المنطقة إلى مركز استقطاب لمتطرفين جدد من دول الجوار ومن جهات بعيدة إفريقية وأخرى دولية الحقيقة التي يجب أن نقر بها أن المحرك الأساسي في هذه المنطقة هو الوضع الاقتصادي وجميعنا يدرك حجم التخلف الاقتصادي في هذا الجزء من إفريقيا هذه الإشكالات وأخرى تقليدية في هذا الجزء من إفريقيا والمتصلة بالتنمية وقلة فرص العمل وتراجع مستويات المعيشة والتعليم وقلة أو حتى عدام فرص تطويره الحياة بالنسبة لشباب دول الساحل كلها عوامل يتخوف الخبراء الأمريكيون والأفارقة من أن تهدي إلى تحويل الساحل الإفريقي إلى بؤرة لتصدير الإرهاب والتطرف المخاوف في ازدياد وتجارة السلاح هي التجارة الأكثر رواجا في هذا الجزء من العالم في المرحلة الحالية خاصة عقب الأحداث التي شهدتها ليبيا في العام الذي مضى والذي سبق ذلك رابح في لالي الحرة واشنطن ترجمة نانسي قنقر